عسلامة ومرحبا بكم خبر مفرح برشا برشا يحب الطوى تقريبا لحد يشو نص متعليل مفادوا انه اللاعب راميك عيب لعب هيرينفل الهولندي ينضم اخيرا للمنتخب التونسي الاخبر هذية كان تابتتو الجامعة التونسية لكورت القدم في صفحتها الرسمية بالفيسبوك قالت فيه بانه راميك عيب لعب هيرينفل الهولندي يمضي الوثائق الضرورية التي ينتمي بمجابها رسميا الى المنتخب التونسي ويضع نفسه على زمة الاطار الفني والمنتخب التونسي دون قيت او شرط مرحبا برامي في تونس وحظ موفق في مسيراته الرياضية مع المنتخب التونسي ومع فريقه هذه كانت تدوين الجامعة التونسية لكورت القدم في صفحتها الرسمية على الفيسبوك رسميا اللاعب راميك عيب تونسي 100% اللاعب راميك عيب سيشارك مع المنتخب التونسي في مونديال 2022 مبروك للمنتخب ومبروك للجماهير التونسية وكنا نبهنا قبله وقلنا انه اللاعب راميك عيب رجعت الاتصالات معاه بينه وبين الجامعة التونسية حيث انه الوكيل اعمال بتاعه كان اتصل محمد سليم من عثمان وعبر له عن رغبة اللاعب في حمل قميص منتخب تونس رغم انه اللاعب كان اعتذر سنة 2018 عن دعوة المنتخب الأولمبي التونسي للمشاركة في لقاء ودي زد منتخب ايطاليا وهذا كان بسبب الاصابة اللي حرمته من الانضمام للتاربوس وبصراحة اللاعب كان متردد برشا في قبول دعوة المنتخب التونسي الا انه التحمس متاعه وحلم كل اللاعب في المشاركة ببطولة كأس العالم لكورة القدم خليت راميك عيب يقبل انه ينظم للمنتخب التونسي باش يشارك في كأس العالم هذي دونك مبروك علينا انذي مامو ربي وفقه ان شاء الله يقدم الاضافة للمنتخب وخاصة انه المركز متاعه نستحقوه برشا لعب يملك فنيات عالية والاكيد انه باش يقدم لاضافة للمنتخب وان شاء الله ينزجوا على منواله بقية اللاعبين كما يوسف الشرميتي وهايثم احسن واسماعيل الغربي وينظموا زادر المنتخب التونسي ويشاركوا في كأس العالم هذي ونقدموا وجه به للمنتخب لهناء نوصلوا لنهاية الفيديو مشكورين على المتابعة ما تنسيش تعمل جامل الفيديو سبسكرايب القناة باش يوصلك جديدنا وطوام علي اكا نقول لكم على خير اشتركوا في القناة